موسيقى 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 دج أثارها المنتج السينمائي أحمد الزواوي مؤخرا لما صرح بأنه عمل للراقصة فيفي عبده عمل وده كان في مكالمة هاتفية بإحدى البرامج واللي كلامه كان زي الصدمة على كل اللي سمعوه الزواوي قال إن في خلاف بينه وبين الفنانة فيفي عبده وقال إن الخلاف ده قديم وتقريبا من سنة 2017 وده كان بعد ما عقعت معاه عقد على بطولة فيلم مقابل مبلغ 400 ألف جنيه وخدت منه عربون 60 ألف جنيه بس من أصل المبلغ وقتها لكن اللي حصل إنه بعد ما خلص التعاقد مع أبطال العمل فوجأ بأن فيفي عبده بتهرب منه ومش عايزة تكمل التصوير وإنه حاول معاها بكل الطرق الودية بس ما نفعتش برضه فاضطر الزواوي إنه يلجأ لنقابة المهن التمثيلية وفشلت كل محاولات الصلح الودية والرسمية وقتها مع فيفي عبده وقال الزواوي إنه لما يقس من كل المحاولات عمل ليها عمل وقال بيبقى في قديني حاجات بنستعملها لما نكون مش عارفين ناخد حقنا بالقانون وهي حاجة ليها علاقة بالفلك ومش أي حد يقدر يعملها وقال إن اللي عمله ده مجرد قرصة ودن علشان فيفي ترجع له حقه والحقيقة يا جماعة الوضع غريب جدا كل اللي سمع الكلام المنتج الزواوي استغرب إزاي حد ممكن يأذي حد بالطرق الغريبة دي الزواوي ماسكتش الحد كده لأ ده زود التيم بلا لما قال إنه معاه حارس من عمد ربنا بيسهل ليه كل الصعوبات لأ يا جماعة ده الموضوع وسع منه قوي الزواوي حاول يبرق زمته ويطلع نفسه بريء جدا وقال استعملت الموضوع ده فحاجات تخصني لكن مش بضر حد والحارس اللي معايا بيسهل ليه الصعوب بأمر الله وده أمر لها علاقة بعلم الفلك مش بالسحل طبعا كلام الزواوي ما كانش ينفع يمر مرور الكرام والأظهر الشريف رد على تصريحاته على إنسان الدكتور عبد المنعين فؤاد أستاذ العقيدة واللي قال إن ربنا هو اللي بيتحكم في الكون وإن أي كلام عن استخدام علم الفلك والسحر فما هو إلا ثقافة انهزامية بتعمل إحباط للشباب لما النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد والغريب في الموضوع إن الفنانة فيفي عبدو بتعاني حاليا من أزمة صحية وتسببت في إنها بتعاني من صعوبة في المشي والحركة ودخلت بسببها المستشفى فيفي قالت إنها عندها مشكلة في الغدروف واللي ضغط على العصب وده أثر على حركتها وقالت إنها لما سفرت علشان تتكرم اتفجأت وهي بتحط رجليها على السلم بإن رجليها بقت تقيلة جدا وقالت الموضوع كان مفاجأة لها قدام الناس وما كانتش قادرة تطلع علشان تستلم التكريم وبتقول لكل واحد بيلجأ لأعمال السحر والدجل خلي بالك أنت بترتكي بفعل عقابه عند ربنا كبير جدا وفي النهاية نحب نقول للفنانة فيفي عبدو ألف سلام عليك يا فوفة ويا رب ترجعي زي الأول وأحسن